بسم الله أبو الأبن والروح القدس الإله الواحد أمين حلوني أبا آخر موضوع أعود أن أختم به موضوع يخص الكرازة لكن هربطه بموسى برضو أن موسى رغم أنه من البداية بيقول أنا ما بعرفش أتكلم موسى هو أكبر معلم في تاريخ اليهود هو المرجع الأول للشريعة اليهودية كتب موسى لها المكان الأولى في كل كتب العهد الذي فموسى كان معلم وربنا يسوء لما تجسد قبل أن يلقب بالمعلم الصالح التعليم هو رسالتك إذا كنت هتحب خدمة الكرازة صحيح بنقولك الكرازة تبدأ بك أنت حياتك ابتسمتك تواضعك أدبك روحك الحلوة خدمتك لكن كمان لازم تنطق لازم تتكلم لازم تشهد وعشان كده نفسي في يوم الأيام كلكوا تبقوا معلمين في الكنيسة مؤتمنين على الكرازة أنك توصل مش لازم تبقى مفوه يعني خطيب شاعر لا مش لازم لأن القديسين المشهورين حتى في التعليم كانوا بسطاء وعلى رأسهم ربنا يسوع فأعوز أكلمكم عن الكارز المعلم لأن بولس في بداية الحياة ما كانش معلم بالمعنى هو كان رجل فرريسي متعصب يجوز ما كانش في دماغه أنه هيبقى معلم في العهد الجديد بهذه الدرجة لكن أصبح معلم يعني نمرة واحد يعني لأنه إحساسه بالكرازة والمسؤولية ما هو عن طريق العلم هتوصل الحاجة للناس هلك شعبي من عدم المعرفة فالمعلم بينقي المعرفة نعرضه كان نص للإنجيل يوحان عشرة يودرين قد إيه أن أي راعي لازم يبقى معلم بدارك لما بيقول لهذا يفتح البواب الخراف تسمع صوته يدعو خرافه الخاصة بأسماء يخرجها متى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامه والخراف تتبعه لأنها تعرف صوت الخرفان ماشي قرى صوت لأن عادة الخروب يبص في الأرض لكن اللي بيحركه صوت راعي فاللي بيحرك الأجيال كلها صوت وبالتالي في ناس كتيرة ماذا تقول هو ده اللي هيفرق في حياته أنا مش بلغي كل اللي قلناه عن حياتك لأنك مهم تكون أنت شبه المسيح قبل ما تقول المسيحة لكن لازم تقول المسيحة لإيه امحوا الزنب بالتعليم هي دي رسالتنا مدرس الأحد كده وعظة الأداس كده فصل الموعوظين في أي بلد كده إعداد خدام كده افتقادك للناس كده التعليم هو مادة الكنيسة الأولى في تغيير البشر من غيرها ما فيش حد هيمشي قرانا النهاردة لما تدرسوا ليه في كنايس طوايف أخرى الكيرف نزل خالص صدقوني هي أزمة تعليم وأزمة رعاية يعني بندرس ليه بعض الكنيس في بعض بلاد العالم كانت قوية من 40-50 سنة وبعدين حصل تضاهر شديد أنه أغلب الشعب سابت كنيسة وما بقاش فيه أجيال جديدة هتلاحظ أن دول أخطر كلمتين العلاقة الرعاية والتعليم نشكر الله أن كنستنا الإبطية مركزة بدول الرعاية لسه عندنا حاجة أسمعها افتقاد ولسه عندنا حاجة أسمعها منبر تعليم كل الكنيسة مشغولة بالتعليم رغم أن احنا ساعات يجلنا تخمة من كتر الوعظات بتصدقوني لما تشوفوا العالم الجعان اللي مش لاقي كلمة حق تعرف قيمة التعليم اللي بيتعلم الشاب الغني راح للمسيح لأنه سمع أنه معلم صالح وجري وركع وقال له أيها المعلم الصالح عندي سؤال التعليم يا جماعة أهم ما فيه أنك ترد على سؤال وجودي سؤال خطير شاغل الإنسان وأغلب الناس بتدور في الأسئلة اللي هي إيه هو إيه الحكاية هو فيه ربنا ولا ما فيهش هو أنا هنا ليه هو فيه إيه بعد كده هو ده صح ولا غلط دي أسئلة بيسموها زي أسئلة وجودية لأنها بتناقش الحقيقة المجردة وياما الدنيا بتفتي طب مين اللي عنده الحق المسيح انت بتقول اللي قاله ربنا فبقيت معلم صالح لأنك بتقول اللي هو قاله زي ما رد على الشاب الغني ما تنسوش أن الحق الوصية اللي بتحرك كل الكرازة في كل الأجيال هي وصية المسيح للتلاميذ اذهبوا تلمزوا جميع الأمم عمدوهم وعلموهم تلمزوا وعلموا هي دي أساس التعليق التلمز فيها حتة personal فيها حتة life فيها حتة relationship علموا دي حتة صريحة فيها كلمة فيها مادة لكن اللي اتنين ماشيين مع بعض وبعدين إيه جميع الأمم كلام ده يسري على العالم كل إذن كل واحد فيكم لازم يصلي ويحلم أنه في يوم من الأيام هيبقى قدامه ناس بيكلمهم عن المسيح ده دور لازم هتوصله مش لازم يكونوا ألف نفر ممكن يكونوا نفر اتنين ممكن يكونوا أطفال ممكن يكونوا شباب ممكن تبقى في طيارة ممكن تبقى في أوتوبيس ممكن تبقى في المستشفى دكتور أو مريض بس أنت عندك فرصة تتكلم عن ربان لأنه التعليم هو مادة الكرازم في جعار مكتوب في الدسقولية مهمة قوي أن نفتكره كتير عاوز تغير أي بلد أي أسرة أي دماغ ام حزنب بالتعليم أي طبعة عشان يتغير ابتدي هنا تغيروا عن شكلكم بإيه تجديد أزهاني حط إيمبوت جديد كونتنت جديد حشو جديد اعمل دماغ مختلفة يطلع لك شخص مختلف فالتعليم هو اللي بيعمل كده لو أنت بتكب في دماغ الناس كلام ربنا يسو هيطلعوا ناس مساحين حلوين لكن عمال يتكب في دماغ الناس لخبطت الدنيا كلها أكذيب الشيطان كلها حتى بسر الاعتراف لو أنا كاهن بعلم ولادي بفكرهم بآية ولو أنا معترف أنا مستني من أبويا تعليم مش بس أنا بعترف أبونا أعمل إيه في كذا أعملوا كده في سر الاعتراف خد من أبوك تعليم اسأل سؤال أطلب تدريب لأن ده نوع من التلمزة أنت اللي تطلب لأنك محتاج لما تدخل القداس انتبه للعزاء انتبه للقريات لما تقرأ كشماز أرجوك أقرأ كويس لأنه ده ليك ولغيرك لكن ده ده تعليم في الكنيسة الكنيسة ما عملتش الطقس ده عشان تلاصم عملته عشان المادة تعليمية أساسية طول العمر عشان تعرف تصلي في أي اجتماع التعليم ده بيتقدم بنقدم إيه وإزاي بنقدم إيه وإزاي لأنه يمكن تكون بتقدم حاجة حلوة أوي بطريقة مملة جدا أو بتقدم حاجة بطريقة جذابة جدا والحشر ضحل جدا لا أنت بتقدم اللي قاله المسيح وعمله بتقدمه في أجمل طريقة عشان توصل لأعلى تأثير في الافتقاد احنا مش بندخل نتصاحب عن الناس بندخل نسيب إنجيل نتكلم عن الإنجيل نحكي عن ربنا ببساطة جدا مع المبتدئين أم حزان بالكنيسة بقالها الفين سنة بتقاوم هارتقاد بتقاوم بدع موضة جديدة دين غريب أفقار غريب كل ده الشيطانة زيادة حاجات وحشة بتحصل كل شوية سلاح الكنيسة الأساسي ما بتمسكش سيف ولا تعرف تصرف فلوس عشان تعمل ماركتينج ما بتعرفش الكنيسة في الكلام سلاحها الأساسي تعليم لما بتغلط انت محتاج تعليم يساعدك عشان ما تقعش في الغلط ولما يكون في شعب عنده غلط متكرر محتاج تعلمه ازاي يطلع من الغلط المتكر في قاعدة حطها ستيفن كوفي بتاع السيفن هابتس أنا بحب أفتكر حط هرم التأثير في ثلاث كلمات دي بقى أشرحها في التربية وبقى أشرحها في التعليم عموما وفي التأثير خصوصا قال عشان توصل لتأثير عاوز تأثر في ناس انت كأم هتأثر يفايع لك نبدأ الأول بيز لاين اسمه القدوة انت خليك صح اعمل اللي بتقوله اعيش اللي انت مقتنع به فالناس شايفه قبل ما تسمع شايفك هتقول كلام ركب عليك جميع ما بتدأ يسوع يعمله ويعلم به يبقى بتعمل اللي بتقوله walk the talk انت ماشي في اللي بتقوله فبينج a good example دي البداية في كل حاجة بقى واحد مرمي في بلد بيتخانق مع جرانه انسان وكارث حتى لو بيوعظ احسب من بولس خلاص بقى بوز الشغلة لانه حياته مختلفة عن كلامه ولو بيقول كلام بسيط لكن هو انسان حلو خلاص بقى كارث ناجح ام جميلة في طبعها حتى لو ما تعرفش تقول كلام مقنع قوي لعيالها يطلعوا كويسين لان ده اول اساس واهم اساس تاني حاجة فوق منها تركب relationship نوع العلاقة اللي بينك وبين اللي قدامك في واحد كويس في نفسه بس علاقاته مضطاربة مفيش علاقة منعزل منطوي او بيوسيق الظن او he never trust in anyone في مشكلة في العلاقات ازمة العلاقات تعطل تعالي تعطل التأثير هي ما تعطلش وعز انه يكلم بس فيه كده مسافة بيني وبينه ليه مش عارف اتصاحب عليه مش مرتح له في حاجة غلط بيني وبينه فعمل حق تسد وكلكم جربته لما يبقى كاهن انت بتحبه ومرتح له انت متقبل منه كلام متقبل خادم حاسس بتحكي معه بارتيقح وفيه نصحته بتفرق كلمته ليها وزن عشان ال relationship يبقى قبل ما نشوف هنقول ايه دي اخر حاجة انت ايه علاقاتك شكلها ايه بعد كده قولي هتقول ايه بقى discipline ده مجموعة يعني حاجات مش بس صائزة ولا نصيحة ولا رد على سؤال ولا مبدأ هتغريسه هو كل ما هو content هيتقدم بعد كده بس يجي on top of the example and the relation quality بتاعت حياتك والquality of your relations before the quality of your talk بالتسلسل ده تعمل تأثير حقيقي يدوم يعني مستدام في حياة الناس ما تنسوش ان بولز هو بيكلم شاب زيكو بس خد درجة أسقفية ويعتقد في العشرينات من عمره فكت مسؤولية كبيرة قوي انه شاب بياخد أسقفية يموساوس كان صغير قال له لاحظ نفسك وادعليهم ليه كل ما تتعلم هتعلم هتعرف تتكلم بس اتعلم ركز في اللي بتاخده اقرأ كويس اسمع كويس ذاكر ذاكر هتطلع مدر الشاطر داوم على ذلك ما توقفش أبدا ما تقولش أنا عارف لا لازم تفضل تعرف اذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا فحسقيال حسقيال فيه سيناريو جميل قوي في حسقيال اثنين وحسقيال ثلاثة المسيح ظهر له وكل مرة مسيك له كتاب رول كده اللي هو بيبقى درج بيسموه وبيحطه بقوا يقول له كل يا حبيبي كل يا حبيبي اتغذ الرول دا عبارة عن كلام الدرج اللي هو الكتاب بتاع زمان دا اللي هو ما كان ويلفوه كده ما كانش فيه كتب بالشكل الحالي مرتين المسيح يظهر له يقول له كل كل يا حبيبي عشان تروح تتكلم في تصور المسيح بيقول له كل واحد فيك ممكن تأكل شوية اتغذى حبيبي زاكر فقال له يا ابن آدم اسمع اللي أنا بقولهولك اسمع الأول ما تتكلمش وخلاص اسمع لتكن متمردا افتح فمك وكل كل هنا مش ايتش ولا افري كل يعني ايت لان في العربي ساعات الناس بتقراها كأنها كلمة معنى تاني ايت that which I give thee اللي بقى دهولك كله اكل طبعا الاكل دا معناه تركيز وفهم وهضم واستيعاب وكل دا بقى بيدخل مع كلمة كل فلاقيت ايده ممدودة ومسك الكتاب وبيقدمه لي وهيكرر المشهد دا في حصقي لتلاتة مرة اخرى يقول فتحت فمي فاطعمني ذلك الدرك وعادي يقول اطعم بطنك املأ جوفك من هذا الدرك كل كويس حبيبي بتغزم فأكلته وبقى بقى ازال عسل وبعدين قال لي يلا روح بقى وكلم يبقى بعد الاكل تكلم بعد الاكل الروحي تبقى واكل كويس عشان كده ارجوكم ما تستعجلوش بس كله كويس احنا فترة دي فترة تعز الاكل تتغزى بالانجيل بكتب الكنيسة بالالحان بالمزامير تحفظ اجزاء من الكتاب تسمع وعظات في الكرازة غزي نفسك هو ده اللي هيخليك لما تترمي في الفيلد عندك كلمة وكلمة مناسبة لانك واكل كويس في الاول كل من له يعطف يزداد الشعار اللي اشتغلنا عليه انت اكلت كويس ذكرت كويس حفظت كويس ما دي كل من له عملت حاجة تعطى تعطى نعمة تلاقي لك تأثير الناس بتتحب بكلامك الناس معجبة انك بترد كويس وتزداد يكتروا تلاميذك ويكتر شغلك ليه لانك ليك ليك في الاراية والدراسة ليك في الاكل الروح لكن اللي مالوش خالص يبقى اللي عنده هيروح منه حتى الخدمة بتاعتها تتبخر بعد كده كمان عشان تبقى معلم الموضوع مش حفظ مش كلمتين تحفظهم وتقولهم لا لا الموضوع محتاج فهم عشان كان ينفعش يبقى عندك آية مش فهمها وتزكت طب ما عندك تفسير الدنيا حجم لخبطك وساكت ساكت ليه فهنا بوليس بيقول تيموساوس افهم حبيبي اللي بقوله لك وليعطيك الرب فهما في كل شيء تاخدش حاجة من غير فهم عندك أزمة في موضوع ما تدور حبيبي تدرس قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات يبقى ربنا عاوز يقولك أسرار وعاوز يوسع دماغك وعاوز يعرفك عمق الطقس وجمال اللهوت وما وراء الكلام اللي في الإنجيل من أسرار وانت اللي مش عاوز تاخد انت اللي قافل بقك عامل زي العيل المشاغب اللي عاوزين يأكلوك هو بيقول مش عاوز من الحاجات اللي بتأثر في دانيال تسعة إزاي دانيال قاعد يصلي بحرارة لأنه كان عنده مشكلة في كلمة قالها النبي اللي قابله أرمية كان قابل دانيال كانوا عايشين في نفس الزمن أرمية كان عجوز وحصل السبي دانيال كان شباب طلع في السبي لكن كتاب أرمية بعد ما ماتت عرف واتنشر اتنسخ أرمية قال بعضمة لسانه سبعين سنة قضيت على إسرائيل وكانت نبوة من المسيح لأرمية دانيال قاعد يسأل ربنا بإلحاح عاوز يفهم سبعين سنة دي فعلا دلوقتي شغالة العدات بيعد والذي مقصود بها إيه فقال في السنة الأولى أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين اللي أرمية تكلم عنها لكمالة سبعين سنة على خراب أرشاليم هو حسب من ساعة ما أرشاليم خربت وبدأ يحزب سبع سنين سبعين سنة لأنه قرب على آخر لأنه طلع في السابي بدري عجز فابتدى يصرخ ربنا يقول له بص بقى حسب الاتفاق اللي معه أرمية إحنا في السنة الثمانية وستين فاضل سنتين اعمل معروف رجع الناس بقى وفعلا دانيال حط راسه عجوز كان لأنه طلع مثلا ستاشر سنة وأعاد له حوالي السبعين سنة في السابي فلما مشيت حوالي خمسة وتمانين في نفس السنة ابتدوا يرجعوا فقال أنا فهمت فهمت لأنه بيصلي ولأنه بيدرس ولأنه قلبه على شعبه لكن فهم ما اتخدتش كده طلاصم في الإنجيل ووقف عندها وخلاص بيعجبني القديس بوليس لما بيقول كلمة معلش هقولها لكم كأنها ركبة عليكم بيقول إيه كان ينبغي أن تكونوا معلمين كان ينبغي أن تكونوا معلمين ليه بقى لك كم سنة في الكنيسة الإبطية من صغرك بقى لك كم سنة في مدرس الأحد بقى لك كم سنة عندك فرص تسمع وعظات كان ينبغي أن تكون معلمين بعد كل ده لسه متعرفش تشهد لتجسد المسيح متعرفش تقول حاجة تثبت قيامة المسيح متعرفش توصف الحياة الأبدية ولو بكلام بسيط كان ينبغي ده احنا في الجيل الأول اللي لسه المسيحية بتبتدي وهو بيكلم مع المؤمنين اللي اتعمدوا يمكن من خمس ست سنين بيقول لهم صرتم متباطئ المسامع كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان انتم متعمدين بقى لكم خمس سنين لو جاء النهار ده هيقول لأي بقى تحتاجون لسه أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداية أقوال الله لسه هنقول لكم الله محبة ونبتدي من الزير وتاني مش برضو كنت تتذكروا صرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي ساعات لما الواحد يقول يعني عزا يعني شوية دسمة أو فيها بولس بقى باستفادة كده تلاقي الناس كلام التقيل ده بقى طب وبعدين هنفضل كله خفيف خفيف صرتم متباطئ المسامع زي مش عاوز أسمع كلام تقيل حبيبي في عمق كتير قوي أنت محروم منه كلام الدسم ده خسارة فبولس كان بيشكي أن الكنيسة مفهاش معلمين كفاية ليه بيحبوا اللبن مش عاوزين يأكلوا الأكل الحلو طب بالأول بقى إحنا في زمن بعد كل الألفين سنة وقدسين قد كده ومعلمين قد كده وكتب قد كده وده طريق السماء طريق أبديتنا وخلصنا وقوة تغيير العالم في العلم ده كله وبرده بناخده كده يعني من غير تركيز يقول الطعام القوي للبالغين الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بالخير والشر أغلبنا ما بنروحش الدكتور امتياز يعني نكشف عنده ولا بعد 3-4 سنين تخرج ليه احنا عاوزين واحد خبرة عاوزين واحد يعني هنحط صحتنا في ايده يعني طيب انت هتبقى ايه هتبقى طول عمرك مبتدئ ولا تتقل شوية لأن في ايدك مصائر بشر مفروض تتقل شوية يبقى الواحد يأكل اكل حلو عشان يعرف يأكل عياله حاجة حلوة بعد كده كمان شطارة اي معلم انه يولد معلمين مش بس يعلم رب المجد يسوع في ثلاث سنين ولد معلمين تلاميذ دول كانوا عزيره ازاي علموا العالم ازاي السبعين رسول اللي مقضوش مع المسيح سنتين على بعض كانوا قادرين انهم يغيروا فكر العالم ويتحدوا الفلسفات الموجودة والوسانية لأنهم طلعوا معلمين على قدي فهو ما اكتفاش انه يفدينا ويخلصنا بس هو ترك لنا رسلا معلمين عشان العالم محتاج للعلم زي ما يقولوا دايما ساكسس ايكول ساكسسور هتروح بلد تخدم اشتر حاجة انك تسيب ناس تعرف تعلم صح عشان كده العجل هتدور لو سبت لوكال سيرفنس او لوكال بريست فاهمين العقيدة صح وحبينها مقتنعين بيها جدا طمن على البلد دي هتمشي لوحدها لكن لو ما وصلتش للمرحلة دي ممكن تعبك يطير في اي لحظة لانك ما سبتش اللي بعديك موضوع حكاية اللبن دي احيانا بنفضل دايما عند المستوى البسيط يا جماعة اللي زيكم لازم يدرسوا لهوت يدرسوا كتاب مقدس بعمق يحفظوا اجزاء كبيرة يدرسوا قبائيات يدخلوا للعمق شوي لان انتوا خدام مسئولية كبيرة ان احنا نوصل الحاجة للناس وبعدين النهاردة الهجوم علينا ما بقاش هجوم سطح خلي بالكم كان زماني يعني يقولولنا كلمة في الهوى كده سهل الرد عليه النهاردة الهجوم على المسيحية documented و scientific المدبرون حسناً فليحسبوا أهلاً لكرامة المضاعفة ولا سيامة حط أفضلية للذين يتعبون في الكلمة والتعليم لان دول حراس الكنيسة حراس الكنيسة هم المؤتمنين على التعليم فدول ليهم كرامة عند ربنا ليه لأن دول بيحفظوا الكنيسة من البدع والهرتقات والشطط اللي بيدخل على الكنيسة كل شوي مثلاً في حواره برضو مع تيموساوس دي آخر رسالة بعدها دي رسالة الوداعة فيقول له عبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقاً بالجميع صالحاً للتعليم gentle to all able to teach gentle and had the ability to teach يعرف يعلم صبوراً على المشقات مؤدباً بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق ليستفيقوا في ناس بليس خطفهم لو راعي قوي وعنده حق هيفرق يجوز أغسطينوس ما كانش هيبقى أغسطينوس لو ما كانش فيه أمبروسيوس لكن كان فيه أمبروسيوس الشخص القوي اللي يعرف يرد على فلسافة أغسطينوس المعلم المقنع وبالتالي فوقوا من فخ إبليس وأنقذوا ساب لنا صروة بقى أغسطينوس ده صروة في الكنيسة العالمية قديس يهوزة في رسالته كمعلم بيقول إذا كنتوا أصنع كل الجهد اللي أكتب إليكم يبقى موضوع أنك تكتب حاجة لحد فيها مجهود على فكر زي اللي بيحضر عملت مجهود في التحضير واللي خدت كلمتين حطيتهم فهنا بيقول يبقى واضح أن فيه اكتهاد حتى في الكتابة والتحضير الإيمان أولاً وإحنا بنعلم مش عاوزين نفضل نعلم بس عزات وأحياناً أنا بوقع في الوعزة دي لا في الغلطة دي لا عاوزين نراجع إيمانيات كل شوية من هو إلهنا لماذا أتى إلينا إيه قيمة الصليب إيه عمل القيامة إيه الحياة الأبدية لأنه هو ده اللي هيدخل نسمى ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس كل من تعدى ده يحنى الطيب اللي احنا فاكرينه ما يعرفش غير الحب والكلام ده لا يحنى الحبيب مؤتمن أمام الكنيسة كبطرة كرئيس أصقفة كرسول طبعاً أن يحافظ على الإيمان فقال كل من تعد ولم يثبت في تعليم المسيح ليس له الله ومن يثبت في تعليم المسيح له الآب والابن جميعاً كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم لا تقبله في البيت ولا تقول له سلام تكلف نحية عقيدية تعليمية لأنه مؤتمن أنه مش أي كلام تسمعوه ومش أي حد تدخلوه بيوتكم ولازم يثبت في تعليم المسيح يبقى واضح في كل جيل في ناس بتدخل بيوته وتقول كلام مش مظبوط وتفلسف الأمور لما بولس تعطل أنه يزور ابنه تيموساوس هو ساب تيموساوس كان عاوز يروح له بسرعة يسنده وبعدين اضطر مش ما يروح لهش معرفش فبعت له الجواب فقال له حبيبي إن كنت أبطئ يعني أنا آسف ما جيت لكش بسرعة زي ما وعدتك إنما عندي ثقة إن أنا لو تأخرت عليك المسيح معاك هيعلمك هيعلمك إزاي تدبر كنيستك مش هيأثر معاك لو أنا أثرت هو مش هيأثر فتأكد أن بولس عاوز يسلم ويتلمز لكن فيه ظروف حطلته فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيست الله عمود الحق وقاعدته وعارفين عمل معا إيه راجع مع قانون الإيمان قال له أهم حاجة توصلها لشعبك أعظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح هنا معناه إلى حقيقي تراءة لملائكة يعني تجسد حقيقي الناس والبشر والملائكة شفوه كورز به بين الأمم يعني الإيمان في الأمم مقبول مش لليهود بس أؤمن به في العالم رفع في المجد يبقى في حياة بدين حط البيزيكس قدام تيموسيا بيراجع مع ابنه وده أسقف لكن بيعتذر أنه مش قادر يتابعه ويجي له يسنده للآخر من المواقف الجميلة أعمال 18 لما قيل عن أبولوس أنه شرح له طريق الرب بأكثر تطقيق تعجبني أول حتة دي في سفر الأعمال ليه؟ أبولوس كان شخص بيحب المسيح ويهودي في الأصل وراح أتكلم على المسيح في بلاد بس هو ما يعرفش معمودية العهد الجديد كان تلميذ يوحن المعمدان ومخدش تلمذب على المسيح لما ابتدى يوعظ ومش بيكلم عن سر المعمودية خلي بالكم لأن ده هتشوفوه كتير في بلادنا في البلاد اللي بناكرز به كلموا عن المسيح الحلو الله المتجسد كويس وبعدين الخلاص يكمل إزاي؟ بالإيمان بس؟ لا من آمنة واعتمد فلقوا أبولوس مش بيجيب سيرة المعمودية خدوه على جنب أكيلة وبرسكيلة أبولوس كلامك حلو قوي بس الناس دي اقتنعت أن يسوع هو المسيح وبعدين ما قلتش لين لازم يتعمده قالوا مش فاهم ما هم يمكن يتعمده عند يحن قالوا له لا يحن ده كده رمز أتوبة عندما فيه ميلاد جديد فيه خلاص بالمعمودية نعترب معمودية واحدة اللي مغفرة الخطايا فهنا لما جاء أبولوس السكندري ده فصيح مقتدر في الكتب القديس له بيشهد له ده راجل مذاكر عهد قديم كويس أوي معنى بيشهد للمسيح من العهد القديم حار بالروح يتكلم يعلم بتطقيق ما يختص بالرب يعني بيأكد شهادة الكتب للرب يسوع عارفا معمودية وحنى فقط لما سمعوا بيكلم خدو وقالوا له لا فيه دبث أكتر ما كده في حاجة نقصاك انت واخد بالك ان في حاجة نقصاك انت كخادم وانت كخادمة فاهم طقس ولا لا طب ما هدي حاجة نقصاك من فضلك روح ذاكر حافظ ألحان ولا لا لازم تحفظ فاهم العقيدة بتاعت كنستك ولا مش فاهمها طب ما ايه اللي معطلك تقلت أربع كتب يخلوك عارف انت لو عملت لنفسك برنامج وسمعتلك خمستاشر وعظة بقيت عارف طب ليه ساكت فهنا القديسين اللي زي أبولوس وكانش عندهم أدنى مشكلة ان يجي حد ده قبل بسيط مالوش في التعليم أكيلا وبرسكيلا دول بتوع الخدمات الجدعانة اللي هما ايه يضيفوا الناس ويعملوا الأكل ويصرفوا على الكنيسة ومع كده فاهمين فقالوا له لا استبنا في حاجة نقص وسمع لهم وبولس عشان كده رح وصع عليه وقال يا جماعة افتحوا الباب لأبولوس في أي بلد الراجل ده مخلص لأنه قبل التعليم زي واحد جي من طايفة تانية عجبته الأرثوديكسية اقتنع بأن ده الكنيسة الرسولية ده الكنيسة الصح طب هم قالوا ما يعلم بعد كده بدل هو مخلص وابتدى صح عشان كده بولس حتى في موضوع الألسنة كان منتبه أنه واخد اتجاه شوي شوية على يعني حاجات مش طبيعية يقول لهم بصوا بقا أنا لو في كنيسة ما يهمنيش أتمنظر أنا أعرف أتكلم بألسن وأعرف أعمل معجزات أنا لو قاعد مع الناس لازم يفهموني أقول خمس كلمات بعقل عشان الكلام يدخل في دماغ الناس مش أقعد أتكلم كلام ألسن يبقى واضح أنه هو كمعلم مدرك أن التأثير أهم كتير من الإلقاء يعني أنا ممكن أعمل لكم شو وأنا بكلم هو ده المهم ولا المهم إيه اللي هي يعط في دماغك التأثير اللي هي يستمر عندك يبقى لازم يبقى فيه تفاهم فإلا أنا ممكن أقول خمس كلمات بعقل أحسن من خمس تلاف كلمة بلسان يعني استعراض في الآخر آخر حاجة أقولها فيه طرق جديدة للتعليم أرجوك وخليك حريصين عليها مثلا رباني يسوع بدون مثلا لم يكن يكلموا مثلا المسيح ابتدى بكده إحنا نقعد نوعز من غير حكايات من غير تبسيط من غير أمثلة يبقى إحنا في الكرازة زي المسيح مع الناس البسطة يبقى ضروري نبسط ونمثل عشان الناس تفهم حكاية أنك تستغل كل موقف مسيح عمل وعظة طويلة خمس ست ساعات مع نفرين في السك ما استخسرش وقت يوم حد القيامة أهم يوم في تاريخ البشرية أنه يمشي خمس ست ساعات مع نفرين عشان يشرح لهم العهد القديم اللي راكب عليه دي طريقة جديدة أنك تبقى في السكة بتحكي مع شخص مش وعظة خالص ولا رد على سؤال هو اللي فتح الموضوع استخدام بقى السوشيال ميديا المسابقات الأبحاث الندوات المؤتمرات الألعاب المسرحيات الكورالات المناظرة أعمل أي حاجة بس فيه كونتنت يدخل دماغ الناس فيه تأثير حقيقي يدخل شوف هتوصله إزاي أنتوا أقدر مننا دلوقت الجيل الجديد أنه يفهم الناس الكلام يدخل دماغه إزاي التأثير يوصل النهاردة كلنا بنكلم كده تخيلوا بقى إذا فيه تطوير حتى في اللغة العادية طب يبقى لازم الواحد ما يقفش عند الطريقة المهم في الآخر ووصل للناس إيه إحنا كلنا حبابي محتاجين أن إحنا ننتبه للرسالة دي رسالة التعليم مطلوبة مننا كلنا حتى في طارد بقى أنا بنت أنا مش هبقى أبونا مش لازم خالص دي مش وقفة عن ست ولا راجل ولا بنت الحكاية مش كده دي رسالة كل الناس وكلنا مسؤولين عليها لإلهنا كل مجد وكرام لأبدا